الذي يقول أخوه لم يبقى في الدنيا و بعد من دمك لا يطلقك يجعل كل شيء و يتصنط لهذه القصة قصة جيدة بسعف كنتمنى تكون درس العيالات الغزالات جالي أميراتي الفنات المنورين لي الحياة نتمنى تكونوا بخير مرحبا بكم كاملين في كدن ساعة مع شهرات والله البنات إذا كيفما أنتم لا تفرحوا أنا سأقرأ لكم ونطاق جالكم كيفما أنتم لا تفرحوا الوقت الذي أضع لكم القصة سأقرأ بالله العيد العظيمي للمرال الذي يتبدل الوقتي أنا أريد أن أسجل لكم قصة سأقرأ من الداخل و خاصة لكي تكون قصة قصة كان أفرح و أشعر برأسي أنني كنفوج لم أعرفتش كان أشعر بكم في حلقة مجموعين و كان أعود لكم بالله المترجم لهم هذا سأشعر بأن أشعر بأن أخبركم شكرا للمرات اللي يتعلقين بمواطق البنات اللي يتواصلون معي البنات اللي يتعلقون بأي لايك لذلك يخطيكم عليه يا أيها البنات وصيروا الله يحفظكم والله يعطيكم كل مسمون يتوم في هذه الحياة المهمة الغزالة ديالي مضروري ما كنستطيع أن أقول لكم هذه الأحضراء حينت فعلاً موحشاكم و مو نبغيكم و مو كنحماق عليكم مهم لا تتبعكم سوف ندخلوا مباشرة في القصة اسمتي اسماء اليوم سأقول لكم حكاية مجرى فيها سوف نبدأ لكم القصة من الأول حلت عينية في الدنيا حلتهم في البلاد أي في العربية نحن نشلوح مهم تزاديت الوقت الذي سوف ندير تقريبا 1-7 شهور سوف يهزنا و سوف يدينا المدينة بحكم أن أخوتي الكبار كانوا يدخلون المدرسة يعني يجبون أن يسجلون في التحضير فذلك العائلة كانوا فرحانين و أخيراً سوف يخرجوا من العربية و سوف يمشيون المدينة الأبديالي كان نعمل في واحد الماحل تجاري كيف يبيع هذا المواد الغذائية مهم كان لنا واحد دويرة علاقة للحال وبقينا عايشين أنا أبديس كان كبر كبرت في المدينة حلت عينية فيها كنا واحد الأسرة اللي لم أعدناش و لم أخصناش الأبديالي كان درويش بزاعة و كان غادي في جنب الحال و أموينتي لم أقدرش توصف لكم أصلاً كيفاش دائرة كبرت و أبديس كان أعرف العربية و هي مازال لا تعرفها كتتعرف غير الشلحة كتتتعامل غير مع الناس الشلوح عندها جيران على رؤوس الأصابع لم تخرج تقضى لم تتعرف سوق كيفاش دائر لم تتعرف بتاوى لم تتعرف حتى شيئاً مهم كانت واحد المرأة اللي يدرويشها بواحد طريقة اللي خيالية كتتحشو ميال واحد الدرجة اللي بسعف مهمتنا غاديل و كنكبرو كبرنا وصل الحشماء والحياة كبرنا و كنا نرى أمي كيفاش تحترمه و كيفاش عطيها القيمة كيفاش تقول لنا ما تتضضوش على الكلمة احترموا و يحشموا منه كيف يدخل من خدمة كذلك حشومة بك النهار كامل و وقت قبلك باش يجب لك لقمات العيش احترمي وتعاملي معهم سيان واحد الأب اللي مفروض عليك أنك تحترميه راجل يضرب الكرفي لودك راجل يتقاتل باش يوفر لك أحسن ماكين في الدنيا يعني أنا كنقول لكم كيف أخوتي وصلوا للسين ديال المدرسة تقعت رجبنا المدينة و خدك الساعة عمامي كاملين عيالاتهم و مولادهم في العربية و ما جابوهم شوخة هم ختمين في المدينة المهم دينا غادي نو كان كبر و أنا تربيت في حراكة على الحشماء والوقار و كنت واحد البنت يدرويش بزاف في حالي في حالي ممتي فوتوكوبيدي علىها مهم ديس غادي او كان كبر حتى أخوتي كل واحد و شنودار و ما كمل قرايته و ما كملهاش و ما تزوج و ما تزوج أنا يا البناس كيف وصلت ل 17 عام سوف يأتي في حالي الناس يخطبوني و هم من العائلة و ساكنين في المدينة السيد كرخ التام و ما نقصه شيء و عنده دار دياله في بحثه مهم جاو عندنا قالوا بابا بغي نتناسبه معاك أبا قال لي هم مرحبا جادوا مع امتي قالوا عشنو بارلي حتى أنا ابا ما نقلو في هذا الموضوع مهم جت عندي و قتليها بغي نقرأ قلت لي لا و ماذا تدري بقراية و هنتي قرأتي شنو غادي تطفره مهم عمرت لي راسي مزيان و قتليت زوجي مهم هذه الضغوطات و انا مقدش نقول الله كنت كان حشما البنات سافي سكت و قتليهم اللي بغيتهم و فعلا كانوا دواء مع الناس و اتطافقوا هما و اياهم ان شاء الله في الصيف دياله هذيك العام غادي نديروا الارس و فعلا اندك الشيء اللي كان فدلمدة كاملة البنات انا السيد كنت اتواصل معه عائلت لي كانوا يجوا عندنا مره 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 ماما و اخواتاته صراحة كانوا دراوش والله يعمر هذا و انا البنات مغنشكرش لكم راسي في الحداقة كنت حويذقة و الشقاء و الطياب انا مولاته و الصواب و الاداب متخافيش عليا و الصبر ما نقدرش نوصف لكم الصبر ديالي كيفاش كان كانت واحد البنت اللي عيبها بعيد بالزعب تلي في الحاشة الخيبة و نسكت و نغمض عينيه و نقول ما عليك الدنيا هانية المهم هي هذيك سوف يدوى ابا ديالي معاه و سوف يقولوا ندروا العقد فعلا ندرنا العقد من المره هادرت العرس و انا سوف نصدم بحقيقة الرجل اللي تزوج به الرجل اللي تزوج به كان انسان اناني و نقدر نقول لكم نارجيسي كان كيدل مستحيل باش انا يلغيني يلغيني قاه بغيف حالي يتحكم فيها يولي هو الامر ناهي يديري ديري ما تديريش يقول لي ما تنفسيش قدامي يعني ما تهضري ما تتكلمي ما عندكش الحق انك تناقشي استغفر الله العظيم قرآن منزل عليك يعني دكشي اللي فيه غادي تسمعيه و تديريه بس ما تناقشيش فيه و انا البنات بحكم تربيه اللي تربيت فكنت احضر الراس ما كانش عندي كيفاش نتير ما كانش شي وحده اللي قدر مثلا نوض معه سطاع و لنجبت اطلاق كنت كان غمض عينيه و كانسكوت و كانقول الدنيا هانية و هادشي عجبوه بزاف وقال راح صافي نجح فدكشي اللي بغى المهم بقيت عيشة مع هذا الرجل يقول لي في الأول سيري و يخلني حتى نقرب المناسبة و يقول لي اللي ما غاداش وقعوه مثلا مثلا شي واحد مريض شي واحد مات بغيت ديني كي ديني ما بغيش ديني ما كي ديني ايش ما عنديش الحق مثلا عيات العائلتين قولهم يجو مرحبا بيهم خستي تشاور معاه هوين يقول لي يجي و ما يجي وش كول يجي وش كول ما يجيش شنو اللبس وشنو ما اللبسه ولي كيتحكم فيهم كل شي ما تخرجيش ما تدرجيش ما تدويش ما تتركيش ما تدريش ما تتركيش و هاد شي كامل يضر 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 يقول لي انا غير والدية اللي بغوني ليك اما انا يا زي ما كنت جات عليا كنت خديتش وحدة اللي قاريا اللي ياتك و هو حين تخدم وحد الخدمة زوينة لانه هو قاريا واحد شوية كي يبقى كل شوية يجبد لي البنات اللي معاه في الخدمه مهم حالقتي معاه كانت مزر فتا ديال بالصح و انا كنت عارفة ان مشي هداو الزواج اللي كنت باغه ولكن كنت كان حشم لدرجة انني باش نمشي عند امي و نعود ليها مكنش قادة كنت نقول ممي باركة عليها الحياة اللي عايشها و باركة عليها المشاكل تخوتي مكن لاش نعود ليها و انا عارفة و مأكدا انني وخاقاء عاودت ليها عندما يدر ليها شنو غنتفارق معاه استيحالة انا كنعرفهم زيان كان عارف امي و كان عارف ابا كان عارف خوتي اه ما كنتش بغن ندخل معهم في صراحات و كنت نقول سافي هدا هو مكتابي انا كبرت بالخلعة كبرت و انا انا بخلوها المهمة البنات غادي نبقاوا جارين و نسمعها هدا كالراجل جوجدين الوليدة الدكورة بقينا تقريبا جارين تقريبا واحد شي خمس سنين شي ست سنين كل شي كيعرف ان راجلي قاطعها فيها عائلتي كان بقى فيهم و عائلته فرحانين و يقولوا والده مره راجل و قاطعها في المره انا ما عنديش الحق في مكلكم لانهضر لانتكلم قدامه المهم غادي نبقاوا حتى تكيف مكلكم المهم غادي نبقاوا حتى النهار اللي الاب دي غايتوفه تخيلوا الاب دي مات وهو راجلي كان مسافر ما كانش في نفس المدينة و انا ما بينه وبين دارنا تقريبا واحد خمس ساعة تقريبا واحد خمس ساعة عائلت لي و قالي يا وياك تعتبي الاعتباء ستتقلسي احتجي ليوش انت احمقتي و شباب مات و انتك تقولي هاد الهضرة قالينا قلت كلامي والاخر الشي من الاعتباء تابري راسك انك يمتلقى تتأكد قليلا كانت تلفت بت لسهارة لقيمة قاعدت لقلي اخي و قالي فينك قتلوا انا جاي جاي انا دبا جاي عندك انا نحن عارف عائلتي كانوا كامية كما كانوا اكثر عاي خمس ستشرفوا انا نحن مخي فأنا أخيرك وما أردك و تفارغوها في سلامة فأنت أعجل لحقد أخيه جائعا و أعجل الى الأخير أخير مردد فأناك طفلت بابا و تق issues و أخيرك و أخير لم أكن في الله أخير كنا أخير و أخير مردد فأنا أنت قدري أخير عنه لأخير عيط ليه ووضع ما باش يتسمى انه هو اللي اسمح ليه وهو يقول لي واش ماشي تجيب اختك قال لي انا عنده في الدار ويقول لي دوز هلي دوزني ليه وهو يقول لي وصافي وصيري مع اخوك المهم انا انا ادخلت لبس عليها لبس ولي داتي هزني اخويا بشي لدارنا مشيت للدار بكيت على البنات وش دبت كنت غادي انتستى ونحماق عرفته راه واحد الاحساس اللي خيب بالسعف وانا ببدروي ايش بلا قياس مهم متبع اه في العشي يدير هذيك النهار سيد غادي جي من الخدمة ايجي من ذاك الدي بلاس مولي كان فيها غيجيني شان وغيقول يلا ما نباتوش هنا قلت له كيف منباتش هنا واشاني الناس كاملين جاين من بعيد وغيبات وما كيجيوا من الراجل حتى شي حاجة وعنا لي بنتو منباتش قل لي وانا ما عندي فين بات قلت له بات مع الرجال في مبتي بات في الخزانة برا وانا طلع الاسطح بات عند الجيران قل لي لانا ما نلفاء هو بغي فراشو بغي نعسم فيك اه راسو هو اللول وانا راجلي اعناني احتف علاقتي معها انا مو المان جايكم من حضرة وانا اعود لكم علاقة الشخصية ديولو كيف اجدع راح المهمة للبنات اه اه اغنبقوا هاكا بقوا في المشاكين الوسطاع بعدها في الموت ديالبا اه في الموت ديالبا الوقت اللي كانت اتمنى وذلك شي حديك اللي نكدها عني اياه مشا بقلق غضبان لغضليه ما جاش النهار كامل تنبعدوه 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 لكي نحن نديري اللعشة مهم نهالي كان ديري اللعشة وجوه مع ذلك الخمسة اهنا صافي رادك الساعة الطيبة رب داها الكامل طيبنة تجمعوا وذلك الشي احا تجاو يقول الخوتي اه وش خسكم شي حاجه نقض خويا الكبر قال لي الحمد الله ما نقصنا حتى شي حاجه المهم طلع عندي لطهر جا عندي وبيقول لي ياهو سافي غنت عشي وغنمشي وقال له ما عرفتش قلي شنوش غنقى وحنا قلسين هنا وشين بغضل دارك انا يحويجي مصخين انا يددار عندي مرونة انا هادي انا هادي ونهار ثلاثيام والراجل يقول لك هو يكون مصخين. هو كان اناني. كان يقول لك انني اهتم معي. مثلا تكوني مريضة. يقول لك ما سوقيش. ماكلهاتي. حويجي. صابوني. تكوني مقدم صيبة. هذا الشيء الذي يعرف. كيقول لك انا ما سوقيش. تكوني مريضة ولا مريضة. لشغلك هذا. بشي يحس بيك و يطبطب عليك. لا. لا. انتي تغيرها. تغير وجود ديالك مرض يموت. كي حياة تستيح ماقي. هو يريد توفر ليها أي شيء يحلم بها. المهم ما ماجهت عندي. كيقول لك يا ابنت الله لا يردع لك بها. مشاكل الناس تأثيري مع رجلك وجيغ تدق. قلت له اوكي. هزيت راسية يا ابنات ومشي تتخيلوا هذي كليلا. و السيد كيتل مني علاقة. قلت له واش انت تستيح تاكي. قلت له واش اش من اش من نفسية اللي غا نقدر اني نعيش معك بي. انا مستحيل مهم السيد اللي الكامل هو كي غوض اللي الكامل هو كي اعير انا متصوقت شليل غتلي فاشكتلي غاد يمشي لداربه وهو يقولي يا لبشيتي حسبه في راسك متلوقا كتلو سمعني هنقول لك جوش كلمات لكن غير على الطلاق اللي كل شوية كتبقى تحددني بي صافي انا اعتبرني اني متلقى من دعبة ويقولي يوليتي كترديني الهضرة انا يخليته لبس حوي جاتي بغيت نخرج هو يجي قلي يا صافي انا غا نوصلك وصلني لدار عند دار ناودك الشي حطني المهم قليل الساعة وتانية تم واحد اليومين ومن بعد كان جاورتني المهم رجعت تشي حاجة متبتلعت الراجل هو هو اناني وانا طالح لي السعاف ما نكذبش عليكم كنت غادي نطج كنت غادي نحماق كنقول لمن غا نعاود لمن غا نحكي ما حرفهاش انا كنت كنسماع مزيال عائلة كيفاش كانوا كيدوا على الطلاق كيفاش كانوا كيدوا على المران طلقة كنت كنشوفوا لي ذاتي كيفاش غادي يعيشوا كنت كنقول ان ابا توفى يعني لمشيت عن دمي كيفاش غا تقدر تهزني انا ولادي الخوت كنت كنسمع ان الخوت ميهزوكش الخوت راه ما بقعت خوة في الدنيا راه بعد من دمك لا يطلقك كنت كنسمع هذا شي بزاف وانا كنقول واش انا عندي القدرة انني نخدم واش انا عندي القدرة انني مثلا ان هزو لادي كنت 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 جيني مستحيل المهم بقيت هذا الصبر وخادي واختاك وكيفاش وهاد شي واخنا لم يكنكن عيوت لها ولكن كانت عارفه كل شي كانت حاسب كل شي المهم ما غايدوش بزاف تقريبا ما كاملهاش حتى واحد شهرين من مورانة والاتبه السياد غايشي عندي وغايقول لي احقا ما حقا ما غادي اتدوى مع اخوتك على ودت الورت شفت في وضحكت و قلت له شنو غا نورته نورته السيكنز شان نورته ما عندنا مين نورته عندنا ذلك الدويرة و ما نخرجه منها مي انا ممكنش بمسكين تقاتل باش يدير هذه الدويرة و دي ما كان كيقول اللي تدق لي لبيبان يجي لدرباه يكل و يشرب و ينعس و مرتاح ما يدرحك شفي عباد الله و قال ليك انني الاب ديالي ردال مستحيل باش يشري هذيك الدار و جي انا و نبيعها و انا البنت الواحدة و قال لي هذي يتقني بيش كيقول لي يا ما عنديش كيقول لي انا مصبكي شوفي و انا مزيارين و هذي مهذي تخيلوا ابناء تحام و شد ماهي السكار كيقول لي اعطيني غير عشر درامر الحمام كيقول لي ما عنديش كيقول لي لا شي شي بحديين ببرعين المهم أن البناء سوف يأتي من المرأة حتى النهار لأخويا وهذا أخويا هو أهداره الحب والغرام ولي كان كبر مني وكان أعزي زينية بثاف ولي كان جاء في المد يالبا المهم هذا أخويا سوف يجد مسكين الفتاق و سوف تخرج ليه مشلود الفتاقه مشلود مسكين ما نقدرش نوصف ليكم الحالة دياله وكيفش كانت ورد في الموت ديالبا كان مريض ولكن عندما أعطيك المنطقة شوي حساسة وذلك الشي كان حشمان ما ما بغيش يمشي عن الطبيب وما بغيش يمشي يفتح لأنه كان خرج ليه فش كان عنده الفتاق يعني قبل من المجلود كان خرج ليه الفتيح ولكن أخويا ما كانش قاد يفتح واضح ليه سبيح الموت جاء Elizabeth و أبداً جضاً لدينا أول عزني الدنيا. يجب أن نحن عادي لدينا و لدينا و لدينا و بيط و السلطان و مهم السيد ليس بيط و باستدامة و باستدامة و باستدامة سهل عليك سوف نخرج اخوك و لا نستطيع أن نصف عليكم كيف وصلت للدار سيد دخل كيف يعرفوا غير راسه وحاشته ذك شي اللي بغا مهم قلسنا معا وذك شي من بعد خليته حتى ناسخرشت اصفت الخوية مزاج قلت له فايخ قال لي اهدرت مع انا اخويا كان اهدر معه بتخبية اخوتي كاملين كان اهدر معه بتخبية وامي امي قل لي ما تخدريش معها لاش كتقوي معها لحتيت هو من هالي يدوش به بغي يلغي لي الشخصية دياله و بغي يبغي عني على هائلتي بغي يولي هو لي متحكم فيها وهو رفع لان هاتشي راو صلي غل انا كنت في حالها كنقاوم واحد شوية اخوتي كان هدر معهم بتخبية كنقول لاش انا غمقان جبت ستعتفين هدر معهم مني ليهم كتقادر معهم بتخبية في حالها هدر مع صاحبي المهم ما صفت الخوية مزاج قلت له فينك قلت له وش باقي ناعز باقي قل يا اهدويت معاه تخيلي يالله قلت له اخويا كي تنخص وكي بكي قاله مالك شنوا واقعيك لا باس قاله يا اختي انا رالبتي حربت منه حتايت وان شكول اللي غايقابلني وأنا اما كن حشب منها وانا 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 ما حرفش كيفاش غندير وأنا يا معرفش وش غنقدر نوقاف ولا لا هي من قلبين اخوي يتخفض في مكان تبكي اقلي على جرفة جثار لديك計 جثار جثار في هذا المطلب جثار لديك اخي هناك اني مستحيل تجد انsehen خرج في أن نأخي تحصي ماذا ؟ سوف نتفقد ان أيضا لم يكن أعجبك الحالة ولد الناس مرحبا لا أعجبك الحالة مرحبا طجت وقيت وطلع لي كل شي فراسي مريضة صحيحة يشرب ونعس ويرتاح يشرب رجع الناس مرحبا على زال المهم أعطي لي نوض نصحي يحرس وقال عليها وخرج ألبسي جلابتي ومن بعد وصفتول المدرسة وعجبت نيشان لديه ملطار أردت إخيه علم الالكلينية لقد قالوا لي أنه العربة لقد قمت بها لقد قمت بها لقد قمت بها قمت بها وقمت بها أردت له لقد قمت بها لقد قمت بها أردت على أخي لقد ظاهر يحدي فاقرت من عيون المدرجسة لم أدري أن تتكن من هذا القطور هذا معرفت أن العيونات لأنه مالك ومالك لديه خيالك ومعرفت بلدغت بداية ومالك ومعرفت بداية ومعرفت أنك عليلف تلك وقال أن أكون مزوج بمرض ومعرفت أنك مزوج بمرض وقد رسلت فإن الرجال ومعرفت راجل يملك الرجال وإن ترser Then رأيته زائدون اعجبك الحال لا اعجبك بسلامة قلت اذا كانت تهزي علي صوتك حتى عبر ناسك انك مطلق قلت وصف انا معصاب راسي مطلق اذا جاءت نشوف اعتبارات كانت انك مصلت الرابعة او الخامسة و ادعيش ادي معك حرام قلت وعرفت ما تدير دبعتنا التقهر اقطعت علي التليفون المهم بقت واقفة هاكاك اخويا نزلوا البلوك انت كانت تقطع عنه ماما ماما مسكينها كانت تالفة ما اعرفش بالضبط انه ستطلع طبيب ديالو قيل الامور كاملة ارانيكم الراجل هنا كان جاء المهم جاء انا راجلي عنده هجوش كمامر مهم فجاءت اللي معليهم احقاك يبقيته وبقاك يقول ماما ومي يكون عنده باس خطيتهما وكانوا واقفين اوسائل الوقفة ديالو بغي يمشي هو يقولي يالله يمشيوا قلت لي اراني قلت لي قلت لي انبت هنا مع اخويا قلت لي واشنتي واشنتي ما بغيتي تتخربين الاسره ديالك ما بغيتي تتخربين الاسره ديالك اخويا غي ناس ببوحده قلت لي اعجب لي غير كويس قلت لي نود معه قلت لي بدي لي كوش الله اعلم قلت لي وقف معه قلت لي وما ما قلت لي وما مريضة ما تقدرش انتك تشوف حالتك كيف يجدير السكار والطنسيون والقلب قلت له السيدارة قلت لي واشنتي واشنتي قلت لي واخوتك قلت لي واخوتين انتك تشوف فيهم شو واحد فيهم غد يبقى معك كيف يجب سيجدون اي اخويا انتك تشوف كيف ستعامل معك المهم اي ناعجبوش ما تكون انتا بذلك مما اخويا ليناجي لقد قلت لي المهم انا بانا قلت لي اه انا بشكل منا وما كانت عالمي قلت لي وكانت معك اخويا لقد ا fakt ركتك انت انتك تدخل نهم اتوقف معك اخويا اخرجوا من غريسنس ما يومين من بعد غمشوه للدار فاش غمشوه للدار بعد الشيطة في الكلينيك راه شوية القضية كانوا الفرمليات ومهيم كان واحد شوية المحاوانة اما في الدار ما كانت شي واحد ماما كانت تحشم بالزعف بالزعف وخويا كان يموت منها باكيقدرش نهائيا انه متعلان تبدلي ونشف حالي انا مهيم انا كان كيسر راسو كان بدلي وصافي مهيم كنت كنعاف كيفاش كنت عامل معها بقيت مع اخويا يا ابنت تقريبا واحد العشريام حتى صافي ونك يقدر انه يدير كل شي راسو يقدر يدوي راسو يقدر يمشي تواليت راسو يقدر بزعف دير الحاشات تم كنت عيت للسيد وكتلو شوف انا غادي نرجع قلية ما ترجعش ونبقاتش عندي شي مراقص ميتها في العنة وقلت له هم استولد الناس ما قلت حتى شي كلمات الايب رجعت لدارنا وقلت هالي هم قلت لماما را شن واقع وشن واقع ماما بتسكس قولي يا ولا ودي اش بغتي هذه المشاكين ما اش بغتي هذه المشاكين غينقص خويا وغاي قولها دربها هي هدي تقلص مرحبا بيها تشيحة جمت من قصة على مالها هنا ما غتلقى ما تتاكل المهم قلص ماش بشي تبس ولا دي سافي بقيت قلصة معا في دارنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتزت قريبا واحد شهر حيث هو كان كسحب لي انني انا غنرجع عندون بقالبكي ونزاوغ ونطلب المهم دا الشهر غادي جي عندنا بشيرتني اه اخويا غاي يعطيه من الله منقي خياره وغايقول لنا بغتغان نفهم هدي البنت اشنو دارت قللي اللامت باش مبرا دارها وليداتها قللي وليداتها نهار لولي ما كانوش معها من بعد كانوا معها هنا زي ما فين كهين مشكل ونت اخويا مرحبا بك جيت انت قلص هنا ايا المهم الراجل ما يعجبوش الحال وفي نفس الوقت ما كانش باقي يخسر ليه بقع لي وواخا وهادي وغير سمحوا لينا ويبوس ويانك ويقول لك احقا وانا يام طالب اسماحة وانا جاي ادي مرتي وانا يعطي وليداتي وانا هادي قلت غمطت عينيه قلت ما عليج دنيا هانية المهم غادي نهز بنياتي غادي نهز وليداتي وغادي نمشي معها وصلنا يا البنات للدار تحاجة المعيار والسبان المهم العذاب الأليم تبس معه وحد العمين ديال الجحيم تخيلوا السيد في حلزة جعر كتر عرفت اي حاجة وليت كان طيبة ما كتعجبوش كي يضل كي يكريتيك فيها كي يكريتي في الشكل ديالي كوي احقا شفي حد كيف شولت احقا شوفي كيف شولتي احقا هادي غادي نبقوها كاك حتى النهار احقا نود مع الصباح ونود نجمع الدار وطيب الغضاء احطيت هذيك الطبيلة مشكلة يا البنات من العصر من الشلايد من الطبق الرئيسي من الخبز ديال الدار ما ناقصها حتى شي حاجة المهم حطيت كل شي في الطبيلة جسية كيتغضاء احطيت فرشيطة تطير الروز ودير واحد شليطة اخر ومزلوك المهم حطيت فرشيطاتها كما حطيت لمعالقات وهو يجي ويقول لي يا فين هي المعالقة قلت له انا مش نجيبها لك حتوان الروز كي يقلب المعالقة وانا عارفة الروز كي يقلب المعالقة ولكن صبحان لي ميزها احنا كامين باشار احنا كامين باشار بالأنا في القناة متى اكتشيطة بالأنا في حال وستنظر بالأنا في البته احنا كامل قلت له معالقة فهي كي يخزك انوถوته يقلب المعالقة انا الفتح لاني بنقى وانا هى مصحابت المدراسة ونظر من المدناس الروز كما يتقدم ونجزما تخيلوا البنات غير كانت تمشى غير كانت تمشى طاجة المهم غير مقى غادية 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 يحتاج المشي الحدر وحد الجردة المهم فاش وصلت محي تسباطي و بخيت كندور في ذاك القازون عاكك حفيانة عرفتوا كانوا يا الله ساقينو كان بيرد عرفتوا بخيت كانت تمشى واش نقول لكم ساعتين واش لا تسويه واش ربعا تسويه الله اعلم كندور غير في البلاسي نظر 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 وصلتى حتى بنات التسعود سينجلس سينجلس من واحد الشجرة وغير من قهاتك مصدومة لا تسويه رسالة مرة نبكي ونقلس ونرى حياتي كيف نرى هذا الراجل كيف نرى الحياة سابرة على الدولي ذاتي كيف نقول انه مقارية مواعية لا لدي نفسك كيف نتصرف وكيف ندير وكيف ننقف على رسالة تخيلوا بقي تسدتني عينية ما حقلش على رسالة كيف اجدت لها. المهم نعز للي الكامل حتى بدأت تشرق الشميسة و جدت ليها في عينيها. هذه الساعة جمعة الوقفة كان قلب على صباتي ما كان لقاش معرضش حتى فين حطيته. سوف يتم بدي سكنت مشح فيها. كان قول فين غادي نمشي مباتلية غير دارنا. الوقت اللي غا نوصل غلقهم بكلهم مجموعين. أخوتي وعيال عثم. وهذاك هو وراجلي وولادي. مهم كيف شاهدوني. عده يفاكوتي. وكي غووطو إلا ذاك هوي اللي كنت قابلتو. غادي يجي وغا يحنقني. وغا يقول لي يا أختي اشنو واقع ديك? يا كلاباس أنا بديد نبيكي 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 نبيكي. غيجي راجلي حينت راجلي كننعش في واحد البيت. غايجي يجري. يلا غايب 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 شدني وضربني والله وإعلم لي الاخور غايبسو. ويقول لي واش انت تستيسي ما كتشوفش حالتها شوف حالتها كيفاش دايره انا ديك الساعة البنات تضحت في الارض نبكي يا البنات وندف حناك وكن قوليهم عيد عيد من هاد الزواج وهذا الراشل قهارني هذا الراشل غادي حمقني كيقولولي يا قولولي يا غير مالك انا يتم تفرقعت او تليهم قاعدك الشي اللي كنت كنعيش منه او تليهم بدلي كان معيشني فيه المعيار قلات الاحترام قاعدك الشي اللي دو وزانية تخيلوا ما يمتيك تقولي او تكتيم تقولي زعمه هاد شي واخوتي كيقولولي يا فرغي قولي اشنو عندك قولي اشنو كاين تخيلوا في هادك الصباح غادي يشدوه وغادي يكزروه عصا الشي كون مهربش برجلية كون علم الله عشنو غايوقع لي وهذاك خويا اللي كنت قابلته غادي قولي يا اغتي قلسي في حالاتك الشي ترفت الخمز القسمه انا وياك ودوك الوليدات وما ترجعيش عنده هادك قولي ما همراك ترجعي لي امرأة فعلا هادك هي قلسي في دارنا من تماما مقاش ترجحت كنت تفعت اطلاق وسيد بدك يتباطل وقالهم احقار رجوع البيت الزوجية من رجوع البيت الزوجية وراجلي قليل يرخلو يجلب هدوك الججترية اللي غايخو رجولت من تكتطلاق كان وقف معي حتى تطلقت منه وجيت قلس في حالاتك في دارنا المهم قلس في دارنا تقريبا نجير واحد اربع شهور ومن بعد اخويا غيبيه الطمويل دياله وغادي امر ليه واحد الحانوت وغادي يقول ليه انا وياك النص بالنص وفعلا كنت قابلت الحانوت واخدك شي كان كيجي قليل ولكن فاش كان عطي الخويا كيقول ليه مش مشكل قضية بيه يحتل من بعد حتي تحرك اللب شوية المهم غا نبقى وجارين جايين تقريبا نشي عام والزيادة اخويا مسكين كان كنصرف على الدار وفي نفس الوقت واقف معايا المهم غادي نبقى اليوم وغدى اليوم وغدحت المحال كنتحرك واحد شوية ولكن يدخل ليه واحد الرزق اللي كنت قادة اني نحيش به انا ووليداتي اخويا اليوم ما را همزوج عنده وليداته وانا عايشة معاما يمتي في ضربة ما نقصني احتشي حاشة اخوتي ما نكذبش عليكم هاللي فيه واحد تغليالي فوق الخيال اخويا لا بغي يسافر كيجي ديني معاه بغي يخرج كيخرج وليداتي لما كنتش نبساليا كيشريليهم يكسيهم يصبطهم ما منقص عليهم والوية البنات واحد الانسانين اللي اللي يحمر هادار اخوتي الاخرين حتى همو مناقصين علي والو باش ما غاديش نكذبها البنات كلهم هاللي فيه الراجل من المورة ما تفارقت معاه جاو كيطلب وكيبوس رجليه وكيقولي العار لم ارشعي ليه كنقولو يكنتيني كنتي قد قوليه انك غير بصيد معايا وانك ما حمنيش كيقولي سمحي ليه انا المتايب وانا يا صافي غير هاد المرة ومعمرني ما بقى نعاون قلت له الدفلة فاش كتخرج ما كتبقه هاش عود ترشع وانتا ولد الناس لعيب درتيه بزاف انتا كنتي حقرني كنتي كيسحب ليك انني معمرني ما غنهز الراس معمرني ما غنطلب الفراق ولكن ولد الناس تجيت وشيلا بكت معاك غير نهار والله تاكنت غنحماق هاد فعلا لبنات الحالة اللي خرج فيها انا ما نقدرش مصفها ليكم وشي فاش كنتخيل انني دوس الليلة كاملة تحت مش شجرة وشجرة ما مغطيهاش وما قاتني حتى شي واحد كنقول هادي شي صداقة ولا شي خير درتو في حياتي وقف معي هاديك الليلة اما را كنت كار في صوريات دياب عدتش نايز الزلقة والليل وانتي ببوحتك في الجردة راح سبحان الله تقولي سيد ربيح لان حاميني وخلاص ما كنزعماشي حاجة اخرى المهمة البنات هديه قصي وهديه جريبتي في الزواج وهديه جريبتي مع اخويا اخويا لي بقي لحد الساعة حط عليها الراس اخويا لي كيقولي جملة واحدة اللي تقالت عليك اختي خفابت عليها واللي بغيتها من عينيه ما عمرني مندمت انني وقفت معه الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الارا وتعليق ديالكم من صاحبة القصة وما تنسوش طبعا تحليق زوينة ديالكم هنا ما بقاليا الا مقوليكم حبيباتي مصغيتش بكم كاز معاكم شهر زاد بيكاز حماق وكاز مزاريكم